وليد عبود رح أطرح عليك عشر أسئلة حاضر أكيد هذا هل ممكن أن نعود ونرى وليد عبود عم يكتب بصحيفة مكتوبة يعني ويترك التلفزيون يعني بتمنى وهي بتمنى كلمة مرتبطة بعدم إجراء حوارات لأنه من وقت اللي فت على عالم التوكشو وقفت الكتابة لأنه لقيت أنه فيه تناقض ما فيه كتين نهار أنه تكوني أنت عم تديري حوار وتقولي أنه أنت موضوعية وتكوني معبرة عن رأي بالموضوع يلي عم تبحسيه مع ضيفين ضمن استوديو من الـ LBC للـ MTV لتلفزيون لبنان للـ SBI وهلأ هنا لندن وليد عبود يعني بيكلم حتى بيشيل ماسك بيحط ماسك أو وليد عبود هو زيته الصحافة زيته والمحاور زيته أكيد ما بغير قناع وإنما كل اللي بيتغير هو الأسلوب يلي بيتبعه شو أكتر مؤدمة كتبتها بنشرة الأخبار الـ MTV وهزة البلد؟ يوم اللي طلبنا الرئيس العماد ميشيل عون وكان بعده رئيس جمهورية بأنه مغادرة أصب عبده أصعب مؤدمة أخبار كتبتها بغضب أو بحزن شو كانت؟ يوم وفاة البطير كسفير لأنه حسيت حقيقة أنه مرحلة طويت ومرحلة تانية بدأت أيضاً كمان عندما كانوا أنه قادة 14 أدار عم يتساقطوا على الطريق أكيد يعني كان في شحنة غضب كتير كبيرة بالكتبات اللي عم نكتبها إذا بنا نعطي نقطة من واحد لعشرة على حرية التعبير بلبنان وحرية الأعلام من بعد خبرتك قدام نعطيها؟ عشرة على عشرة أف؟ رغم كل التوقفات اللي عم نشوفها؟ التوقفات خلينا نقول أنه في قضايا تتعلق بالقضاء اللبناني بس أكيد أنه لبنان تعرق بالوضع كيفوي أكتر البلدان في تفلط إعلامي وفي حتى قدرة حرية التعبير عن الرأي تتجاوز كل الحدود وكل الصعوب متى كتبت بنهار الشباب مقالة هزت كمينة البلد أو لحديث هلأ بعدك تتذكرها؟ المقالات الكتير قوية يلي كتبناها وقت معركة انتخابات الفرعية بالمتن عندما طير الأستاذ جابرييل المر وبالتالي جاء بغيره نائبا عن المتن في حال قبلت الرئيس نبيه بره أول سؤال بتسأله يا شو هو؟ ما تعبت من الضئاسي؟ هل بتقبل أنك تحاور السيد حسن نصر الله؟ لا بقبل أكيد بقبل أنا أساسا بلتز بمحاورة من لا أؤمن باقتناعاته أكثر ما أنه بلتز بمحاورة من أؤمن باقتناعاته مع مين بتحب تعمل لقاء أحد الكبار؟ مين بعدك هيك مثل ما بقوله بعينك أنك تعمل معه حوار؟ مثلا بحب حاور هاضي طبعا عم نحكي أنه إشل لن تتحقق بس مثلا بحب حاور الإمام الخامنئي بحب حاور الرئيس السوري بشار الأسد وأكيد السيد حسن نصر الله وبحب كمان حاور البابا فرنسيس وليد عبود في حال قررت ما بتعود تكتب سياسة شو بتكتب؟ برجع للأساس لأنه أنا يعني بلشت أساسا بالصحافة السقفية وكنت اكتب مقالات نقدية بحب اكتب نقد لكتب وبكتب شعر لإلي يعني هاو دي يلي أنه كنت أشتغل أو بالتالي مارسون قبل ما بعرف بس إخد الرترات المفترضة يعني شو رح أكتب؟ بس أكيد يعني عم حضر أنه بس يصير عندي وقت أنه أخلص من هذا الضغط اليومي في عالم الصحافة عندي هايك مادة لكتباني ثلاثة بقدر أسطولهم وليد عبود عاشر أسئلة جوابت عليهم شكرا لإليك شكرا